انسحاب القوات الامريكية من سوريا لم يكن سوى ارادة سابقة لترامب لم يسر مفعولها على الارض بحسب جيمس جيفري المبعوث الامريكية السابق الخاص بشؤون السورية الذي قال ان حجم القوات الامريكية شرق سوريا اكثر بكثير من 200 عسكرية المعلن عنهم فيما قال انه اخفى عن ترامب ذلك وفيما تنتظر الولايات المتحدة والعالم معها مفاجآت ترامب قبل نهاية ولايته في كانون الثاني المقبل يجري حديث عن قرار مفاجئ يتعلق بالتواجد الامريكي في سوريا سيتخذه ترامب بحسب موقع اكسيوس الامريكي الحديث عن سحب القوات الامريكية بدأ يظهر جليا عقب اقالة ترامب لوزير الدفاع السابق مارك اسبر وتعين كريستوفر ميلر كوزير جديد للدفاع ميلر اكد في رسالة لقوات بلاده انه حان وقت العودة الى الوطن معربا عن عزمه تسريع سحب القوات الامريكية من افغانستان والشرق الاوسط خطوات ميلر لم تقتصر على التصريحات فقط حيث قام بتعين الكولونيل دوغولاس ماكريغور المعروف بدعواته المتكررة للانسحاب من سوريا بمنصب المستشار الاول للبنتاجون قرارات ميلر تزامنت مع انسحاب اليات عسكرية وجنود امريكيين من قاعدة الشداد شرق سوريا الى العراق عبر معبر الوليد الحدودي بحسب شبكة الخابور خطوات ترامب المتوقعة لسحب القوات من سوريا تصطدم بواقع مفروض لا يريد ترامب حصوله بحسب تقارير اعلامية حدث عنها موقع راستني نيوز منها تمدد سيطرة النظام ووصوله للثروة النفطية وكسر قانون قيصر وتمدد ايران وبقاء تنظيم الدولة واقع جعل الحديث يدور عن عدم دقة الروايات حول سحب القوات وهنا يمر سريعا الحديث عن الدور التركي المتناغم مع اي قرار مفاجئ والكفيل باغلاق اي ثغرة قد تتركها الولايات المتحدة في سوريا اشتركوا في القناة